نحن كوكس بازار مدينة كوكس بازار أشكركم على جهودكم الطيبة ورفقتنا في هذه الزيابة وابتدت رحلتنا الإغاثية برفقة الهلال الأحمر والتي كانت إلى بنجلاديش وبالتحديد في مدينة كوكس بازار هذه المدينة التي تضم أطول شاط رملي في العالم تقى هذه المدينة البنجلاديشية على الحدود مع مانيمار حيث يتجمع لاجيو الروهنجا والله هذه المساكين في غارة نستقبلين بورد وفرحانين فينا شكرا الله خير نشكر الجانب البنجلاديش على حسن الزيابة دل على السلامة دكتور دل على السلامة اليوم نتجين إلى منطقة حكيم بارا وقبل الدخول في تفاصيل رحلة الإغاثة دعونا نجاوب على سؤال من هم الروهنجا وما هي مشكلتهم الروهنجا هو اسم قومية عرقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهندية وتسكن في ولاية أركان غربي بورما أو مانيمار فحسب التغذيرات الرسمية لسنة 2012 يصل التعداد السكاني لهذه الأقلية إلى أكثر من 800 ألف نسمة وحيث تم تصنيفهم من قبل أمم المتحدة على أنهم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم وترجع مشكلتهم إلى أن مانيمار تعتبر أن الروهنجا من المهاجرين فليس لهم أي اعتراف رسمي بهم إضافة لاختلاف العرق والديانات بينهم وبين الأغلبية البوذية الحاكمة مما أدى إلى نشوء عداوة شديدة وهم انطرهم للهجرة من مدنهم خوفاً من الارطهان واليوم نتوجه برفقة الهلال الأحمر الكويتي بشراكة مع الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر البنغلاديشي لاتتاح ألف مأوى سكني للاجئي الروهنجا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نحن نتجد أن نتجد أكثر من أكثر من المنزلين لكم هذا العمل يأجه إلى حل جزء من المشكلة التي يعلمونها موسيقى 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 هذا صديق للبيئة طبعاً لا ريحة طبعاً هذه تقنية يديدة موجودة اللي هي بوضع أنواع من الديدان في الخزانات بخاصة هذه الحمامات في المناجئ اللي موجودة طرعاً الغرفتين الجهة الثانية غرفة وهنا غرفة السلام عليكم موسيقى نهاية جولتنا الإغاثية في هذا المأوى وهكذا يداً بيد تستمر رحلتنا الإغاثية فمن افتتاح المأوى إلى توزيع المواد الغذائية طال طيابين وفينت وشكا وملح وبسكول وشاي تأكد من الأحوية موسيقى أعطينا هنا بعض المساعدات والمساعدة للمساعدة والأسفلين 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 هل لدينا الناس الذين يأتي؟ نحن هنا نشوف هذا المستشفى الميداني وكان يدار من نوروي وبعدين أداروه من فنلندن وبعدين طلعوا واثنين هاتوا فالآن ما حد قاعد يديره إلا هم البنغرادشي السلام عليكم شكرا شكرا للمشاهدة 168 مجرد هذه هي كل شيء مجرد 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 شكرا 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 مع هذا المال سنجد دولة دولة مجرد ثم ثم مجرد المنزل سنجد نتوقف نتوقف مجرد 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 وهكذا يدم بيد بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية لمساعدة كل محتاجها العالم كانت هذه نهاية محلتنا بإغاثة شعب الروهنجا في بنغلاديش في سنة 2019 وأهل العمل الإنساني يعيشون